أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري بجميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت وزارة الصحة أن القافلة الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع التزامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد هذا وستضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة